مع انقضاء 13 يوما من المهلة الدستورية البالغة شهرا والمحددة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لتقديم حكومته يؤكد مقربون منه أعضاء في كتل سياسية دائمة له أن الشكل العام لحكومته مكتمل من حيث عدد الوزراء لكن المشكلة الحالية تتعلق باستمرار رفض تحالفي الفتح ودولة القانون وقوى سياسية أقل حجما منها للزرفي وهي القوى القريبة من إيران وتعمل وفق أجندة طهران في العراق وعلى الرغم من تواصل الاجتماعات بين القوى الرافضة لتكليف الزرفي بتشكيل الحكومة لم تتوصل تلك القوى حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن اختيار بديل عنه في حال انتهت المهلة الدستورية أو إسقاط حكومته بعدم التصويت عليها في البرلمان ووفق لمصادر في تحالف الفتح فإن هناك من بات يطرح خيار الإبقاء على عادل عبد المهدي لحين إجراء انتخابات مبكرة ويرى النائب عن الفتح مام التميمي أن منح الثقة للزرفي معناه إعطاء الضوء الأخضر لبقاء القوات الأمريكية وتوسعة قواعدها في العراق فيما يؤكد النائب عن التحالف عباس الزاملي أن ما سماها حكومة كسر الإرادات لن تمر ومشروع الانتقام الذي يتبنه برهم صالح سيؤدي إلى إزاحته عن كرسي الرئاسة حسب تعبيره وذلك بعد أن أكدت المحكمة الاتحادية دستورية تكليف صالح للزرفي من دون اللجوء إلى الكتلة البرلمانية الأكبر وحسب المعطيات فلم يتبقى أمام الكتل السياسية الرافضة للزرفي سوى تشكيل جبهة برلمانية يمكنها تحقيق النصف زائد واحد لضمان عدم التصويت على منح الثقة للزرفي وحكومته في البرلمان قبل انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة له والتي تنتهي في السابع عشر من نيسان المقبل جلسة يبدو أن انعقادها سيكون صعبا للغاية وهو ما تعهدت به الكتل المقربة من إيران أو قد يتكفل به وباء كورونا الذي عطل الحياة في العراق كما في باقي دول العالم